العملية الثالثة في أربعة واحد اشترت المؤسسة بمبلغ 250 ألف ريال عدد وآلات وتم سداد المبلغ بشيك مسحوب من حساب المؤسسة بالبنك والمطلوب تحليل هذه العملية إلى أطرافها المدينة والدائنة ثم يثباتها في دفتر اليومي لتحليل هذه العملية نلاحظ أن العدد والآلات تمثل أصل حدث به زيادة لأنه يظهر لأول مرة والأصل له طبيعة أنه مدين وعند الزيادة يكون بنفس الجانب فيصبح أيضا مدين إذن العدد والآلات سوف تظهر كأصل ويكون حسابها هو الحساب المدين المبلغ تم سداده من البنك والبنك أيضا أصل ولكن حدث به انخفاض فقلنا أن الأصل له طبيعة أنه عند طبيعته أنه مدين وعند الزيادة يكون بنفس الطبيعة ولكن عند النقص أو التخفيض يصبح دائن بناء على ذلك نكون حددنا الجانب المدين وهو العدد والآلات والجانب الدائن هو البنك نشوف ذلك نلاحظ أنه في الجانب الأيمن حدثت زيادة في العدد والآلات بمبلغ 250 ألف وحيث أن العدد والآلات أصل وحيث أن الأصل يتم زيادته بجعله بنفس الطبيعة فيكون مدين إذن الطرف المدين في هذه العملية هو حساب العدد والآلات في الجانب الآخر نجد أنه حدث نقص في البنك والبنك أيضا أصل وطبيعته مدين ولتخفيضه نجعله دائنا فيكون الطرف الدائن هو حساب البنك بناء على ذلك نقوم بإثبات العملية في دفتر اليومية نقوم بتصطير دفتر اليومية بتقسيم الدفتر إلى أربع أعمدة العمود الأول والثاني للمبلغ المدين والدائن ثم بعد ذلك عمود كبير للبيان ثم التاريخ الطرف المدين في هذه العملية كان حساب العدد والآلات ونكتب قبل منه كلمة من ليعني أنه مدين وفي نفس السطر نكتب المبلغ الذي كان به مدينا وهو 250 ألف ثم نأتي في السطر الثاني ونكتب الحساب الدائن ونكتب قبلا منه كلمة إلى وهو حساب البنك إذن من حساب العدد والآلات إلى حساب البنك ثم نكتب في نفس السطر المبلغ ونترك طبعا مساحة قبل كلمة إلى وفي حدود صنطي وشرح القيد هو شراء عدد وآلات بشيك ثم بعد ذلك نكتب التاريخ ثم نأخذ خط لنفصل العملية عن العمليات التالية ما يظهر أمامنا الآن هو أيضا قيد يومية قيد اليومية له طرفين طرف مدين وطرف دائن كل طرف يتكون من حساب واحد وكذلك يتضمن القيد المبالغ المدينة والدائنة والتاريخ وكذلك أيضا شرح القيد الذي يوضح لنا ما هي العملية ترجمة نانسي قنقر